أصدرت برصة البحرين إطاراً تنظيمياً جديداً لصناعة السوق وتحديث القواعد المطبقة لتنظيم خدمة مزودي السيولة وذلك بناء على موافقة مصرف البحرين المركزي وتهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم خدمة صناعة السوق ومزودي السيولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال كما توضح القواعد الفرق بين دور صناعة السوق ومزودي السيولة وبناء على الإطار التنظيمي الجديد تم اعتماد عضوية صناعة السوق الحاليين كمزودي السيولة في السوق اعتباراً من يوم أمس الأحد وبهذه المناسبة قال السيد عبد الله محمد جناحي مدير أول إدارة عمليات التداول إن القواعد الجديدة جزء من جهود بورصة البحرين الاستراتيجية المستمرة لزيادة السيولة في السوق وتعزيز عملية كشف الأسعار بالإضافة إلى تحسين كفاءة السوق من خلال تنفيذ الأوامر بشكل أفضل ترجمة نانسي قنقر